بعد إدارة الصورة داخل الصند سأقوم بإنسرنا إجراء مجرد من التعديل عليها تغيير الحياة أو تغيير المساعدة أو عنصص إقراطة حواياة الصورة ونحن نتعرق على كافية من هذه التعديل نظر الصورة بالمؤسسة في اختيارها سأقوم بإنقاء التحكم على حواياة الصورة هنا نرى عند وقت عشر عند هاتف أقطة تتصول المؤسسة على سهم مزدر ونحن نتعرق مع الشحب على هذه النقطة سوف يمكن أن تغيير أبعاد الأبعاد بشكل أبعاد الشريد وكان يمكن أنه عند خلال الصورة يظهر شريط أبعاد بكتشر قائم وباستخدام المفاتيح أعجبها في هذا الشر يمكننا عمل العديد من التعديلات على الصورة ونحن نتعرق قائم بشكل أبعاد يمكننا اكترام الألوات بالصورة حيث يمكن إضغار إظهار أرشب بدرجات أبعاد الغمادي أو إظهار أرشب باللونين في أبعاد الأسود فقط وذلك سيار black and white سيار وشعب سيتم تحويل أبعاد إلى علامة بشكل أبعاد بحيث يمكن وضعها تحيث المستمع من المفاتيح يمكن زيادة أو تفليل بشكل أبعاد أسطورة هنا المفاتيح وليس رأس يمكن زيادة أو تفليل درجة إضافة أسطورة وبالاستخدام المفتاح يمكننا عمل قصر أو كروبينج للأسطورة ولتعرف على هذه الأداة نختارها ثم نضغط معشرة على أحد خوايا هذه الصورة ونضغط معشرة إلى الداخل فيلسل عمل قصر للجزء من أسطورة وإذا أردت فإنه يمكن إعادة الجزء الذي يتم قصره من الأسطورة وذلك بالضغط للضحب لهذا الرجل الخارج وللتعرف تسغيل هذه الأسطورة ويضغط عليها مرة أسطورة وبالضغط مفتاح رسائل يتم عمل دورات أسطورة بين قصر 90 درجة في الجزء وبالضغط على هذه الأسطورة تعود أسطورة إلى وابعه ومن القصر تكست رابع يتم تحديد طريقة إلسفاف أسطورة كل الكتابات في جزء المفتاح كما سنتعلم بقوات القادمة وبالضغط مفتاح فورمات تشير فيظهر المربع الهواري فورمات تشير حيث يمكننا عديد من أنواع التعديلات على الفترة فمن لوحة أمورات Color يمكننا أن تحديد اللون الذي يمثلوه لخلفية الأسطورة من هذه الأسطورة ومن لوحة أمورات تحديد أرض وارتفاع الأسطورة بإدخال الخيام التي يمثل في الخانات وحايت هنا يمكن عمل أكيل أو تغيير الأسطورة بمثال مثل التغيير التي نريد الجزء ومن لوحة أمورات Layout يتم تحديد طريقة اتحاب أو التخيام التعبات حول الخطورة من أن تتعلم في الخارج القادمة ومن لوحة أمورات المتغيرات يمكننا عمل قرش بإدخال الأسطورة التي نريد في هذه الخانات كما يمكننا تحكم في ألوان للطريقة التي نريدها من Image Control ومن لوحة أمورات ويب نفخي الأسطورات التي تظهر فيها عدم ظهور أسطورة أشياء عرض المفتنجة من خلال متصفحة للإنترنت وبعض الإعدادات التي نريدها OK لأخذ من المربع الحيوي وتطبيقها الإعدادات ونفتح أن الإعدادات الموجودة فيها المربع الحيواري تختلف من الصورة المفتاح والمفتاح Transparenseller سيكون فعال فقط عند استخدام صورة ذات الإعدادات GIF ونفتح الضغط على المفتاح Set Picture سوف نسم استعادة أبلاء الأسطورة والآن نضغط المؤشر في الموضع خارج المفتاح لإزالة اختيارها ولإدراج صورة من ملف نفتح القائل ونفتح Front File سيظهر ونفتح أحيواري Influenced Picture سنقوم بإيجار الصورة ثم نضغط على المفتاح Influenced فيتم إدراج الصورة داخل أفتند ونفتح الأداء Set Current Color قد أصبحت فائدة وتستخدم هذه الأداء لتحويل أحد ألوان أسطور إلى اللون الشفاف فلتحويل اللون مكهور الشفاف نضغط الأداء Set Current Color Read Picture ونضغط في أيضا على هذا اللون أصبحت تحويل هذه المنطقة من المنطقة قد أصبحت شكرا